اشتركوا في القناة 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 ودخلوها مزيان لترطب معنا ونسرحها بحالكة في القصية ونسرحها بسرعة ونضيف لها ربيطة القصبور والمعدنوس والقرعاء الحمراء وكذلك القرعاء الخضراء بالنسبة للخضر فأنا درت معكم الخضر هذه المرة وشاركت معكم مرات أخرى فأخدمنا دو الحمص كذلك نجال بالفيتا هكذا تكون منوعة بسباح خضارة كما نقوله وبعد المرات بحالكة نخدموه بأي خضراء كتوفرت لنا وهناها تكون فارت لنا الفورة الثانية الفورة الثانية اللي كما تشوفوا قريبة طيب فبقت لها فورة واحدة نضيف الملح وزيت الزيتون كذلك الماء دائما تسقيوا سميدة تشيشة تكون سخونة باش تشرب لينا ذاك الموجير طبعا معنا نزال قطع قطع في ثلاثة تشيشة في ثلاثة تلاتة تحضر ثلاثة الفورات فقط وهنا يتنسكي هذيك المرقة تنزينوا بها هذيك تشيشة دياننا مهمة نزين تدبا حتطيع شوائيا ما درتش ما ارتبتش هذيك الخضراء المهم كل مرة ولقانا ولكن المهم هي البنة تيجي واحد الكسكسو اللي هائل هذيك التشيشة تشعر تكون مناسبة هذي الأجواء الباردة كذلك تتجيبنينا التشيشة تشعر في الكسكسو فهكا نوعبها المرة مرة وهذا هو الاقتراح دياننا هذي تيجي عليها تشكل كما تتشوفوا تشيشة تكون واحدة حقها من طياب تتجيب فروقة على بعضياتها متتجيش نهائيا معشنا كذلك تتجيبنينا تنأكد عليها جربوا ان شاء الله هذي الاقتراح ديان اليوم تنتمنى الفيديو دياننا يلقاكم في أتام الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته